مرحبا بكم إلى بروباقاندا أولى فقراتنا حيث نفند الأخبار التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية نبدأ بخبر من الصفحات الثورية التحررية المؤيدة لجبهة البوليزاريو تنقلت عشرات الصفحات على منصتين فيسبوك وتويتر وتزعمت الترويج له المصير نيوز ونص الخبر هو صفحة جديدة للاحتلال المغربي قرار أمريكي يفرض رسوما على واردات الأسمدة الفصفاتية المصير نيوز أصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قرارها نهائي بخصوص فرض رسوم على واردات الفصفات المنهوبة من الصحراء الغربية ويقضي القرار بتطبيق رسم في حدود 19.97% على الأسمدة الفصفاتية المستوردة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ويعزز القرار مسار تعطيل ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ويشكل صفعة جديدة للاحتلال يشار أيضا على حسب هذا المنشور إلى أن محكمة العدل الأوروبية تنظر في طعن قدمته جبهة البوليزاريو ضد اتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية الخبر كما قرأته لكم مصاغ بطريقة حرفية ويحتوي على معلومات صحيحة دون شك فالولايات المتحدة فرضت بالفعل رسوم واردات ضرائب جمركية على الفصفات المغربي غير أن ذلك لا علاقة له بالصحراء من قريب أو من بعيد بل هو جزء من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها لجنة التجارة الأمريكية بعد وصول جو بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة المغرب بالمناسبة ليس البلد الوحيد المتضرر من الرسوم الجديدة على الأسمدة الفصفاتية بل روسيا كذلك بحسب ما أوردته وسائل الأعلام وحجة الإدارة الأمريكية هي حماية الشركات المحلية من سياسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول المصدرة للفصفات ومشتقاته لا أكثر يا جبهة البونيزاريو